وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ الْنَّاسِ عَلَى حَيَاهِ أَيَّ حَيَاهِ مُطْلَقِ الْحَيَاهِ حَيَاهِ مَنْزُوعةِ الْبَرَكَةِ حَيَاهِ مَنْزُوعةِ الْكَرَامَةِ حَيَاهِ مَنْزُوعةِ الْأَلْفِ وَاللَّا يعني يتمنى أن يعيش ولو كان أذل الخلق ليه؟ بسبب هذا الحرص لسان الحريص على الحياة ما عندهش كرامة إمتى تظهر كرامته مع من دونه يعني ممكن تلاقيه في المجالس العامة وفي المنتديات والكلام ده قاعد ما لهدوم لا أنا عايزك تشوفه عند الموظفين في الجمرك وعند الجماعة بتقع الدرائب وعند المحامين لو فيه أضية له ولا حاجة ولا الكلام ده أنظر إليه وارمقه لا ترى فيه لا من العز ولا من الكرامة ولا من النخوة ما تراه في المجالس العام وعلى استعداد يعمل كل حاجة إذا كان حريصاً حريصاً أذل الحرص أعناق الرجال فعلي بن أبي طالب هنا يقول يقول إن أخوة فما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى يبقى عندنا آفتان أما طول الأمل فينسي الآخرة ما ظنك برجل يظن أنه لن يموت أي يعمل عمل من لا يموت كلنا عارفين أننا نحن هنموت لكن كما قال علي بن أبي طالب ما رأيت يقيناً لا شك فيه ولا شكاً ما رأيت يقيناً لا شك فيه ولا شكاً لا يقين فيه إلا الموت إزاي قال هو شك هو يقين لا شك فيه جي جي لكن الناس تتصرف في حياتها كأنه شك لا يأتي لا يقين فيه لما ترى الإنسان وترى تخطيطه للسنوات الطويلة والكلام ده وهو ميت يعني يعني بعد ساعة هيكون ميت وعمل يتكلم فيه سنوات قادمة يبقى تصرفه في الحقيقة تصرف من لا يموت